محمد الشورباجي لعب السكواش رقم 3 على العالم فجأة بيلعب باسم انجلترا طب ليه ايه اللي شايفه محمد الشورباجي في مصر غير النجاح والبطولات عشان يعمل كده بصراحة احنا متصدرين كل حاجة في السكواش يعني كل حاجة دي حاجة مالهاش تفسير من وجهة نظر هنا تصرف غير منطقي خصوصا ان الشورباجي عنده 31 سنة اعتقد او 32 حاجة كده 31 سنة يعني قدامه سنتين ده لو كملهم سنتين وبقاله فترة طويلة ما بيلعبش في المنتخب حتى يعني انت عملت كل حاجة مش الشورباجي السكواش في مصر احنا الاوائل في حاجات كتيرة في كل حاجة العب جماعية وفردية رجالة وستات كل حاجة وعندنا مواهب كتيرة من ايام احمد برادة لو الجيل بتاعنا ممكن يفتكر احمد برادة وكمان اللي جايين في الطريق عندنا نور الشربيني وعلي فرغ وعندنا اسماء كثيرة ورانيمل وليلي عندنا مصنفين كتيرة جدا اول عشرة فيهم ستة تقريبا او خمسة مصريين وعلم مصر شرف لاي حد شرف لاي بطل رياضي احنا لما كان العلم او كان النشيد الوطني بنسمعه احنا وقفين كنا بنبقى وقفين كده في الماتشاط قبل الماتشاط كنت كل بتبقى وقف كده كنت تلاقي جسمك كده باشعر لما بتسمع عالم نشيد بلدك قال لك حسنا ما شوفت السورتي في المطار يا ابني دي حاجة تكسف والله اللي انت بتقوله ده حاجة تكسف حاجة تكسف ورئيس السكواش بيرد على الدكتور عاصم خليفة طبعا بيرد على الشورباجي بعد اخترار تمثيل انجلترا هو حر هو قال ايه دكتور عاصم خليفة قال ان الشورباجي غير محب الوطن والان اتحاد المصري السكواش انه لاسح حالما يتردد على عناية محمد الشورباجي بنفسه فقط في هذه اللعبة وهي خارج من مصر وهو خارج مصر وهو بعمر 14 سنة وتدرب داخل نادي سموحة وقال محمد الشورباجي كان بطل الجمهورية في نادي سموحة وتواجد خارج مصر لمدة 15 سنة حتى 31 سنة واصبح لعبا محترفا ويرغب في التواجد بالخارج وهو ليس من الشباب المحب لبلده عكس الغير ايضا دكتور عاصم لو ركزت مع محمد الشورباجي ساكون بكشف كل ما تم صرفه عليه من الاتحاد حتى اصبح انا اتمنى يا دكتور عاصم ان انت تعمل كده اتمنى يا دكتور عاصم ان انت تعمل كده لشان طبعا اي واحد بيعمل زي محمد الشورباجي كده حضراتكم اول حاجة بيقولها ايه اول حاجة يقولك انا البلده ما صرفتش علي اول حاجة يا اخي على اعتبار ان ده مش هو ده مش صحيح عشان انا عرفت كمان الارقام اللي اتصرفت عليه لكن يا اخي حتى لو بلدك ما صرفتش عليك كفاية ان انت بتلعب باسم بلدك كفاية ان انت بتتكلم لغة بلدك كفاية ان انت عايش جوه هذه البلد عايزت تاخد فلوس قول قول انا عايز ااخد فلوس خليك واضح انا نفسي يبقى ايه واضح كده انا عايز فلوس فعشان كده انا رح تلعبت باسم انجلترا مسألا نظير المشاركة في البطولات الكبرى والكلام ده كل لكن تقول لي اصلا انا نزلت المطار ما اقيتش صورتي ده يعني محمد صلاح مالوش صورة في المطار ولا انت عصاب من محمد صلاح معرفش على فكرة طب معنى كده ان محمد صلاح بقى يروح يلعب في انجلترا ولا يروح يلعب باسم اي بلد في العالم شوف حيددوله كام شوف حيددوله كام اخي عب عليك عب عليك